قالت شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر إنها قدمت اقتراحا باندماج تحولي لرينو في صفقة قد تنشئ ثالث أكبر شركة عالمية جديدة لصناعة السيارات ونوقش الاقتراح الذي وضعت عليه اللمسات النهائية في محادثات جرت أثناء الليل مع رينو نوقش في اجتماع لمجلس إدارة المجموعة الفرنسية في وقت مبكر يوم الاثنين وقالت فيات كرايسلر إن الصفقة ستنشئ شركة صناعة السيارات تبيع ثمانية ملايين وسبعمائة ألف سيارة سنويا مع وجود قوي في مختلف المناطق الرئيسية وأسواق وتكنولوجيا السيارات وستحقق أفورات تقدر بخمسة مليارات وستمائة ألف دولار سنويا وفي حال نجاحه فإن ارتباط فيات كرايسلر ورينو سيغير المشهد التنافسي لشركات تصنيع السيارات من جنرال موتورز إلى بي اس اي صانيات بوجو